فصل جديد من الصراع الاقتصادي في اليمن أبطاله طرفان يتخذان قرارات أحادية الجانب في إطار الحرب النقدية ضحيتها العملة التي تمثل إحدى مكونات السيادة الوطنية صراع بين سلطتين إحداهم انقلابية والأخرى شرعية ما فاقم من تقسيم النظام الاقتصادي في البلاد وانعكس على قيمة واستقرار العملة الوطنية هذا الصراع تساعد إلى أرويقات مجلس الأمن الدولي وعبر المبعوث الأممي هانس جراندبرغ الذي حذر في إحاضة الأخيرة من تلك الخطوات الأحادية معبرا عن أن تفكك العملة المتداولة في مناطق السدوة الحوثية يشكل معضلة اقتصادية جوهرية للشعب اليمني ويزيد من تعقيد وضع السلطة المتنازع عليها للبنك المركزي اليمنية المبعوث الأممي أضاف أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمنية تتطلب استجابة استراتيجية ومنسقة تتماشى مع تسوية النزاع على المطاة الطويل خبراء اقتصاديون حذروا منذ وقت مباكر من الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الواقع تحت سيدرة ميليشي الحوثي عبر أسدار عملة معدنية من فئة مئة ريال أوضا عن الأوراق التالفة من نفس الفئة ورفض البنك المركزي في عدن الاعتراف بها كل ذلك من شأنه إنشاء اقتصاد قائم ومستقل بذاته عن اقتصاد الجمهورية اليمنية وهي خطوة خطيرة تذهب نحو الانفصال الاقتصادي رئيس مركز الاعلام الاقتصادي أكد أن قدرة الحوثيين على إسدار نقود والتعامل بها وفرضها على المواطنين تحمل دلالات كبيرة على الذهاب بعيدا مستقبلا في المزيد من الاستقلال المالي وفرض سلطة أمر واقع بمفهومها الشامل بالتوازي مع ذلك تفاجأ المواطنين في عدن خلال أيام عيد الفطر المبارك بسريان إلغاء التعامل بفئة مئة ريال من العملة الوطنية الجديدة المطبوعة من قبل البنك المركزي دون قرار أو تعميم رسمي مسبق منه مراقبون أكدوا أن خطوة الميليشية التصعيدية جاءت في ظل المحاولات لوضع معالجات وحلول اقتصادية لتوحيد الملف الاقتصادي كمقدمة لحل الأزمة السياسية في البلاد كون حل الملف السياسي مرهون بحل الملف الاقتصادي الذي يشهد انقساما غير مسبوق